الأمارة طبعاً وعارف أنا طبعاً أنا بحبه كتير جداً لأنه هو يعني بأمانة كان محافظة الإسماعيلية وأنا كنت متصعد فريق الأول وأنا صغير يعني وهو من الناس اللي سندني كتير زي مساند كل الناشئين اللي كانت موجودة فوز جمال وأحمد العجوز وعلي غيط مجموعة كبيرة يعني كان دايماً مؤمن بينا وكان بيتكلم علينا بشكل كويس هو كان مساند كبير للنادي ما كانش عندنا مشاكل خالص كان فيه مساعدات كبيرة بيقدمها للأمانة يعني الدكتور عمارة محافظ بس لعيب كورة هو كان لعيب كورة وكان بيفهم ودايماً رأيه تحس أنه هو حد يعني متخصص يعني على المستوى الشخصي بقى أنا بالنسبة لي الدكتور عمارة عمل معي موقف عمري منساة طبعاً ودايماً أنا بشكره عليه أنا كنت تسعط الفريق الأول وحصل مشكلة في البيت اللي أنا كنت فيه يعني يعني اتهدي منه حتى كده وبتاع الدكتور عمارة بعد أسبوع كان أمر بأنه أنا أخد شقة يعني فعمري منسا طبعاً الكلام دوت لأنه كان بجد بجد كان يعني محتوينا كلنا وكان بيحبنا وكان بيوقفوا بيساعدنا وحاجات تانية كتير حصرت يعني لكن أنا على المستوى الشخصي عمري منسا يعني بجد بجد الموضوع دوت يعني دكتور عمارة رمز كبير وشخصية محترمة جداً جداً وبصماته على إسماعيلية وعالنادي الإسماعيلي وعلى القرى المصرية مفيش حد يقدر ينكرها يعني الدكتور عمارة يعني بيفهم جداً وزاكي وزي ما بقول بتاع كورة يعني هو كان لعيب كورة فبيعرف يتعامل زي ما لعبت الكورة ويعرف تعبش يتحك عليه يعني فكان لما كان يعملنا اجتماعاته بتكلم بتحس إنه هو موجود معنا لأنه زي ما بتكلم كده لأ هو كان عقلية مختلفة يعني وكنا كلنا بنحبه بصراحة يعني دكتور يعني وحشنا كتير والله ويعني مفتقدينك وأنا عارف ان انت معنا على طول ويعني النادي دوت يعني انت بتحبه قد ايه وبتفكر تساعده قد ايه وكده ربنا يديك الصحة ويحفظك ويخليك لولادك ونشوفك في أحسن حال يا رب وربنا يوفقك هتقول إلي يا كابتن عشرف عشرف كان من لعيبة الخلق كان لعيب كامل جداً لعيب هايل عشرف بس أنا كنت بلعب الليل دول بغلبهم على طول كنت بجيب حاجة بملاكي انت شاف ان الانسان بمعنده حالات انسانية كتيرة قوي جواه وبينفذة على الطبيعة دي بتأثر في شخصية الناس شوف يا دكتور مصافة أنا لسه مقابل حد قريب مش مسمع لي وقعد يقولي أنا بحبك لله وانت عملتلي خدمة سنة كذا وعملتلي كذا وانت بش فاكر بش فاكره طبعاً فهي بتفضل الكلمة الحلوة بتفضل طبعاً ولو عملت عاجة حلوة بتفضل عمل كواس بيفضل طبعاً فبقولك دي الكارزمة بقى بيه دي ربنا بيحبك بقولك أنا ما اروح أي محل بمحلات المولاد اللي موجود دي مش تسمع لي الكناس كلها بتوقفنوا تصور معايا وبتاعي يعني وانا سابق الشغل يا بصامة بقى لإيه بقى لعشين سنة تقريباً حب ربنا ربنا أجعل في وشك القبول الحمد لله طيب أنا الله ما عارف أقول إيه أنا عندي طبعاً واحد حبيبك قوي وهو يعني من دمك اللي هو أشرف عمارة عضو مجلس الشعب السابق وابن شقيق أخو حضرتك نعم إحنا عملنا التسجيل معاه عملنا لك مفاجئة شوف هاي أقولك إيه